باب نواقض الوضوء اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث فأما الأحداث فخمسة ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح وأما أسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام طويل ثقيل ينقض الوضوء قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا قصير خفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بجنون بالجنون والإغماء والسكر وينقض الوضوء بالردة والشك في الحدث وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبهما ولو بإصبع زائد إن حس باللمس وهو على أربعة أقسام إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج الصغير ولا قيء ولا بأكل لحم الجزور ولا حجامة ولا فصد ولا بقهقهة في الصلاة ولا بمس امرأة فرجها وقيل إن ألطفت فعليه الوضوء فعليها الوضوء والله أعلم ترجمة نانسي قنقر